بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم وسهلا في حل اختبر نفسك على الموضوع السادس العمل في قطاع السياحة المهارات المهنية الفصل الدراسي الأول بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناتكم قناة مصر للتعليم التدائي مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد نبدأ مع بعض حل الاختبار رقم واحد ضع علامة صح أمام العبارة الصحيح وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد يقوم طاكم الشركة الطيران بنقل السياح إلى مصر طبعا فعلا بيقوم طاكم الشركة بنقل السياح إلى مصر عن طريق الطائرات العبارة صحيحة اتنين تبدأ رحلة السائح لمصر عند وصوله الفندق طبعا رحلة السائح تبدأ لمصر عند وصوله أرض أرض المطار يبقى العبارة خطأ رقم ثلاثة يساعد سائق الحافلة السائحين على تسجيل بياناتهم داخل الفندق طبعا سائق الحافلة لا يساعد السائحين على تسجيل بياناتهم داخل الفندق ده المفروض اللي بيسجل بياناتهم بيانات السائحين داخل الفندق اللي هو مين؟ موظف الاستقبال يبقى إذن العبارة خطأ رقم أربعة يتميز العاملون في مجال السياحة بتقديم المساعدة للسياحة طبعا من ضمن ويزاية العاملون في مجال السياحة إنهم بيقدموا المساعدة للسياحين العبارة صحيحة ننتقل إلى السؤال رقم 2 اختر الإجابة الصحيحة مما يلي 1. المسؤول عن تنظيف الطاولة ورفع الأطباق للمطبخ هو مين؟ الطيار الطاهي المهندس النادل طبعا المسؤول عن رفع وتنظيف الطاولة هو مين؟ النادل رقم 2 تنظيم الغرف وتزويدها بأدوات النظافة ومهمة موظف مين؟ طبعا موظف خدمة خدمة الغرف رقم 3 سلامة جميع السائحين وتلبية طلباتهم أثناء الرحلة مهمة مين؟ عامل استقبال ولا المرشد السياحي ولا طاقم الطائرة ولا عامل النظافة طبعا تنظيم سلامة جميع السائحين وتلبية طلباتهم أثناء الرحلة مهمة طاقم الطائرة رقم 4 يقوم نقط بمساعدة السائحين في تسجيل إقامتهم داخل الفندق داخل ايه؟ الفندق طاقم الطائرة موظف الفندق عامل الخدمة سائق الأجرة طبعا من اللي بيقوم بمساعدتهم على تسجيل إقامتهم داخل الفندق؟ طبعا موظف الفندق رقم 5 يشتري السائحون تزاكر دخول القلعة من موظف المكتب العامة شركة الطيران البنك شباك التزاكر طبعا من موظف مين؟ طبعا من موظف شباك التزاكر رقم 3 صوب ما تحتها خط واحد تزويد السائحين بالخرائط التي يحتاجونها لزيارة المعالم السائحية مهمة الموظف المختص في مركز النواد الرياضية النواد الرياضية دي خطأ المفروض ايه؟ المعلومات ايه؟ السائحية رقم 2 رحلة السائح تبدأ عندما يلتقي مع طاقم شركة المحاسبة طبعا رحلة السائح تبدأ عندما يلتقي مع طاقم شركة ايه؟ الطيران رقم 3 الهبوط بالطائرة بشكل امن في المطار مهمة طاقم الطائرة طبعا طاقم الطائرة كله؟ لا طبعا دي خطأ المفروض ايه؟ طبعا دي مهمة الطيار رقم 4 عند وصول السائح يقوم سائق الكطار بحمل الحقائب ونقله الى الفندق سائق الكطار الكطار خطأ المفروض سائق ايه؟ طبعا سائق سيارة ايه؟ الأجرة السؤال الاخير رقم 4 فكر ثم اجب حدد اثنين من الصفات التي يتميز بها العاملون في قطاع السياحة عايزين اتنين من صفات اللي عاملون في ايه؟ في قطاع السياحة رقم 1 الاهتمام بتقديم المساعدة للسياح رقم 2 معاملة الزوار بانصاف وإيه؟ ولطفا طبعا بكده ننتهي من حل اختبر نفسك على الموضوع السادس العمل في قطاع السياحة صفحة 30 من كتاب سلاح التلميذ بدعوكم لعمل سبسكرايب او اشتراك على قناة مصر للتعليم التدائي مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد ولو الفيديو عجبكم ممكن نضغط على زر اعجاب وممكن كمان نعمل مشاركة للفيديو لأصدقائنا عشان الجميع يستفيد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا